كوكو ميني فلوغ واخيرا نصوك لكم الفيديو ليش حال وانا كنت كنت سننا المهم هنا قد دينا ليفاليز وهنا يقلنا كنوشدو لورق ديانا باش باش نوشيو المغرب واخيرا نفرح اللي كنت كنت سنوها المهم هنا يقدينا الطريق من العين للدوباي لحقا شعتنا الطيارة من دوباي وها احنا ماشيين وخليوكم معنا تشوفوا لورق ديانا فين غيوصل وصلنا الى ماتار ديال دوباي كنا نشوفوا فين غادي نمشيوا انا ويونس نديروا لكم التحية ضروري 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 وحنا صورني وانا صورني يونس على غفلا اوف وانا كنا ناكل ماء من كلكم لجاني واحد جوع واحد جوع في هذا الصافيره ممكنش لاقيته قدامي كنا ناكلهم المهم هنا يلا ركبنا في الطيارة كانت عندنا معستا وطولوت لما اخفت نكذب وشنو اسميتو مهم هنا يالله رح نركبنا بغيت نعطيكم غير واحد النصيحة المهم بعد ذلك قبل ما نعطيكم النصيحة هنا كنت كن قول باللي وجهي ولا احمر مهم بغيت نعطيكم واحد النصيحة من اللي تكون عندشي واحد طيارة اول مرة غاي سافر السير قبل ما طار بثلاثة سواع المينموم قبل بثلاثة سواع باش يالله ما تمشيش عليك الطيارة وتكون مرتاح وتوصل على خاطرك وتقادل الاجراءات ديالكاملة المهم هنا طيار الله طلع صورتها لكم وهنا اوب وصلنا للفوق كان واحد الجو جو جوين وبغيت نصوره لكم لحقش كان ديك لوقتها ديال الفجر وخا كان لتحت بطلاغ الفوق كان دك النور وكان جو ضاوي وهنا كنت في طيارة وجابونا المكلة وحتى هي كليتها وحتى هي عجبتني ودخلت فيها طول وعرض حتيش قلكم جني واحد جوع ما يمكنش وصفي هنا يوصلنا المطار ديال السعودية حتيش كان عندنا لسكالف السعودية وكننا ركبين اصلا في الخطوط ديال السعودية اقلسنا تسنينة شوية حتى تتسللنا الوقت صراحة كان وقت طويل ديال السكالف ولكن ما عندنا ما نديره كان طيارا غالي مع الايد قرب والعطلة وهي عادي كان طيارا كوشي غالي فكانت سعودها لديرها عرض هي صراحة طيارة اللي زوين الخطوط اللي كان نصح بها الناس وحتفل وزن ما كيحكروش بزا في لستي جوش كيلو لا هاد جوش كيلو ما كيحكروش اليها وتعاملهم زوين والسيربيز عندهم زوين وكل شي من غير اللي سكال دار وريكا تسنينة وبالنسبة اللي هي غي صورتلكم هنا راح ناشديني الطيارة الثانية باش ان انا غادي نمشي من سعودية للمغرب وعجبني هاد اللعبة من الفوق وصورتلكم وهنا قبازة في وصلة الدار وهذه الحومة ديالي الجميلة كون صورتلكم صراحة فيديو فاش يالله وصلنا وكونا شدين ترق من كازا لصفره ولكن ما لقيتش ناك الفيديو ما عرفتش هلش فين طار وبالفرحة بمسينا بش انا نتلقى ما ننضرنا والله ما فكر سقع نهائيين فانا ننصور مهم هنا حتى وصلت عاد صورت وهنا نحسنا وفقنا بتلقينا مع العائلة والحباب والصحاب ودلسة شي زوينة وشتحنا ونشتنا ودلنا فيها كل شي ولكن بطبع الحال ما صورتلكم شو احنا كنشطحو احنا كنشطو ذاك الشي اللي قطيت مبغطة جاه معاكم هو هادا قبلو عليا وهادا شي مغربي ضروري حاضروا بقوة المهم اللي يمشيتو انا كنناكل حس كنت شهية الببوش ما يمكنش مش حاكوة نمشه ياه وخرش كليتو وصافي وهنا غادي يتسالى الفلوغ وهدي انا ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وما تخلعوش حت الفيل تركي طروا ورجع والليل يلا بسلامه اشتركوا في القناة